حول كل هذه التطورات على الجبهة الشمالية وجنوب لبنان رحبوا بضيفي من بيروت نقاشا وتحليلا الكاتب والباحث السياسي السيد علي حمادة سيد حمادة دوما أهلا بك معنا على سكاين يوز عربية وبيروت وجنوب لبنان سيكون لهما مصير غزة وخان يونس إذا ما اخترى حزب الله فتح حرب شاملة في أي سياق توضع هذه التصريحات والإشارات المتكررة من الجانب الإسرائيلي طبعا لنذكر بأن هذا ليس التصريح الأول وليس الموقف الأول الذي يهدد الموضوع اللبناني هذه نقطة إنما الظرف اليوم مختلف تماما لأنه يأتي في ظل مشاورات دولية أمريكية فرنسية إسرائيلية وحتى عربية فيما يتعلق بالملف اللبناني ومسألة احتمال نشوب حرب في لبنان وهناك إصرار من المجتمع الدولي ولسيما الغرب يعني الولايات المتحدة وفرنسا بأنه يتعين على لبنان تنفيذ القرار 1701 الذي ينص على أن تكون منطقة الجنوب لمسافة 40 كم في العمق اللبناني منزوعة من السلاح والمسلحين بمعنى آخر أن يخرج حزب الله والفصائل الفلسطينية من هذه المنطقة فورا لأنه الموضوع أصبح خطيرا للغاية ويمكن أن تنجب عنه مضاعفة كبيرة ولكن اسمح لي سيد حمادة هذا القرار 1701 هو منذ العام 2006 والمناوشات بين الجانبين هي مستمرة ضمن قواعد الاشتباك المعلومة وحتى هذه اللحظة لم تخرق هذه القواعد من الجانبين إذن لماذا الإصرار الآن على إنفاذ هذا القرار من قبل إسرائيل هل هي رسالة للخارج أم رسالة للداخل الإسرائيلي الفارق الوحيد هو أن هناك اشتباكات لأنه طوال الفترة منذ 2006 لغاية السابع من أكتوبر الماضي لم يكن هناك اشتباكات بهذا المعنى كانت تحدث بين الفينة والأخرى مناوشات أقل من مناوشات لمدة ساعة ساعتين من هنا وهناك حقيقة كانت هناك هدنة راسخة ولم يخرقها تماما أي فريق من الأفريقى الآن هناك مناوشات وهناك قواعد اشتباك محدثة وهناك حوالي المائة ألف مواطن إسرائيلي خرجوا من منازلهم وخرجوا من المنطقة إضافة إلى أنه من الجانب اللبناني أيضا هناك نزوح من المناطق الجنوبية هذه النقطة مهمة للإسرائيليين ربما لأن الأمريكيين مصرون بقوة والفرنسيين أتى مدير المخابرات الفرنسية إلى بيروت يوم الأثنين الماضي وبلغ رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين اللبنانيين لكي تنقل إلى حزب الله بأنه أمامكم خيار إما القرار 1701 وهدوء وهدنة أو احتمال أن تنشب حرب في أي وقت يعني أبلغ لبنان بذلك رسميا الموفد الرئاسي الوزير الخارجية السابق جائف لودريان كان هنا يوم الخميس الماضي وسلم رسالة مماثلة شخصية من قبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نحن فعلا بحالة خطيرة وخطيرة لأن هناك حرب والإسرائيليين مستعدون لكي يصعدوا اليوم صعدوا كثيرا طوال النهار كان هناك تصعيد كبير من قبل الإسرائيليين على الجبل الجنوبية ولكن سيد حمد عندما يقول يؤفا جلنت أن إزاحة حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني ستحدث بترتيب سياسي مع من يحدث هذا الترتيب حزب الله هو المتحكم في مفاصل الدولة اللبنانية في الداخل وفي الخارج إيران هي التي تحدث حدود ما يقوم به حزب الله في جنوبه وبالتالي مع الجبهة الشمالية لإسرائيل مع من تحدث هذه الترتيبات إذن؟ يؤف جلنت أضاف إلى هذا التصريح أنه إذا لم تنجح التسوية السياسية سيتصرف عسكرية نعم نذهب إلى حرب إذن نحن أمام خيارات موضوع أمام اللبنانيين طبعا القرار هو لحزب الله والقرار لمحور حزب الله الذي يقوده إيران إقليميا ويمثله لبنانيا حزب الله المسألة هي مسألة أن الأوضاع أصبحت أكثر خطورة من ذي قبل وطبعا الموضوع عند حزب الله الحكومة اللبنانية غائبة لا أحد يفكر بأن يراهن على حكومة لبنانية أو سلطات رسمية لبنانية لأن حزب الله ابتلع الدولة اللبنانية منذ السابع من أكتوبر ابتلعها علنا وأمام على مرء من الجميع لبنانيا أو خارجيا أكثر من ذلك هناك عنصر جديد دخل أيضا في المرحلة الأخيرة وهو إشراك الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي بعمليات انتداقا من الجنوب وصولا إلى قيام حماس قبل ثلاثة أيام بإعلان تشكيل ما سميه بطلائع الأقصى طلائع طوفان الأقصى وهو عمليا تجنيد مسلحين تجنيد في أوساط الفلسطينية داخل المخيمات لعناصر مقاتلة لصالح حماس ولصالح هذا المحور وهذا أمر خطير وقد قوبل برفض كبير وباستهجان كبير وبعاصفة لبنانية ضد هذه الدعوة ولكن الحراك السياسي أيضا لم يتوقف في العاصمة بيروت منذ السابع من أكتوبر آخره تحركات أموس هوكشتاين بهدف إبرام صفقة ما تقلص احتمالات التصعيد بوساطة أمريكية وتبعد حزب الله بشكل دائم إلى ما وراء الليطاني وعند الحدود وبالتالي وفق التعقيدات المعلومة التي نتحدث عنها داخل لبنان ما فرص تمرير سيغة كهذه دون أن يكون هناك دور فاعل للجانب الإيراني فيها لحزب الله فيها يعني التسوية السياسية التي يحملها في جعبته أو في آموس أوكشتاين الموفد الرئاسي الأمريكي تنص على الأمر التالي هو أنه تنفيذ القرار تطبيق القرار 1701 يعني خروج حزب الله من هذه المنطقة التي تصبح منطقة منزوعة من السلاح والمسلحين بشكل كامل وتام بالمقابل تفتح المفاوضات ضمن ثقوف زمنية قصيرة لتسوية الخلافات الحدودية بين لبنان وإسرائيل حول 13 نقطة متنازع عليها ويعترض عليها لبنان ما يسمى بالخط الأزرق إضافة إلى قضية قرية الغجر اللي هي نصة لبنانية ونصة سورية والنصف اللبناني هناك جدار عازل وضعه الإسرائيليون رفعه الإسرائيليون ويطالب اللبنانيون بهذا الجزء اللبناني فأموس هوكشتاين يعني يقدم لللبنانيين ويقدم لحزب الله جائزة بأنه ممكن تصير في تسوية لترسيم حدود هل يريد حزب الله أن يرسم الحدود؟ إذا رسمت الحدود قد تنتفي الحاجة لسلاح حزب الله أو على الأقل الأعذار لكي يكون لدى حزب الله سلاح بذريعة أنه يريد أن يحرر الأراضي اللبنانية أعتقد أن المسألة أطول من ذلك ويمكن أن تكون أكثر تعقيدا شكرا جزيلا لك ضيفي من بيروت الكاتب الباحث السياسية سيد علي حمادة على ما تفضلت به معنا من إضاحات